هذا سن كبير جدا الشركاء العملية السياسية في معركة جديدة بعد تشريع مجلس النواب قانونا يتيح له تمديد فترته التشريعية التي تنتهي في الثلاثين من حزيران الجاري الخطوة البرلمانية تلك تتعارض مع المادة 56 من دستور عام 2005 والتي تنص على أن تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنوات تقويمية تبدأ بأول جلسة له وتنتهي بنهاية السنة الرابعة الأمر الذي من شأنه فتح الباب أمام أزمة جديدة تضاف إلى أزمات العراق السياسية لا سيما بعد فضيحة تزوير نتائج الانتخابات فشركاء العملية السياسية مقسمون إلى فريقين الأول يرى في تمديد عمر البرلمان ضرورة ملحة لتجنيب البلاد الفراغ الدستوري الذي سيبدأ مطلع تموز المقبل بينما يرفض الفريق الآخر مساعي البرلمان لتمديد فترته التشريعية حيث تستعد كتل سياسية فائزة في الانتخابات للطعن أمام المحكمة الاتحادية بدستورية خطوة البرلمان المتهم بالسعي لتمديد عمره كسلطة تشريعية تعمل وفقا لأجندات الخاسرين في الانتخابات البرلمانية ووسط هذا الصراع الدستوري يحذر مراقبون محليون من خطورة توجهات البرلمان التي من شأنها وضع البلاد أمام مرحلة جديدة من الصراع الدستوري والقانوني بين الشركاء السياسيين ما يضع المزيد من الضبابية بشأن موعد تشكيل الحكومة الجديدة